ترجمة نانسي قنقر او ما بقاش قريبة كرية وكل المعلومات اللي تعرفها عني خلط مال انت مين؟ انا هايدي هايدي ابو طالب النصابة؟ لا يا حضرة الزابط مش النصابة انا هايدي ابو طالب البزنسومن المحترمة صاحبة واحدة من اكبر شركات السياحة في مصر انا هايدي لغلطة غلطة واحدة بس في حياتها انها حبت راجل وامنت له ودت له كل حالة قلبها وعقلها وفلوزها فضحك عليها وخد قرد بإسمها وخنها مع اقرب صاحبة ليها وسبها وسافر انا عارفة ان الناس بتقول عليها ان الصاب وحرامية وحرامية كمان وعارفة ان البوليس بتدور علي بس دي مش الحقيقة الحقيقة ان انا ضحية خسرت كل حاجة مرة واحدة بيتي وفلوسي وحياتي وصحبتي واكتر راجل حبيته في عمري ولقيت نفسي مجرمة وهربعنا من العدالة طب لما انا نصابة ما سألتش نفسك انا بعمل كده ليه؟ مجنونة يعني؟ ايه اللي خريني اسيب كل حاجة واستخبه في حتة زي بطن البقر واسيب اللي يسوي واللي ما يسويش يتحكم فيه ما كنت سافرت معاهم كنت اخدت الفلوس وروح تصرفتها في اي حتة في العالم انت مش ضابط مش بتشك مش بتحلل قولي بقى من ساعة ما عرفتني شكيت ان انا نصابة طب لما انا نصابة حبيتني ليه؟ انا بسألك قولي انت شايفني نصابة بسألك يا علاق جاوبني انت مصدقني ولا لأ؟ مش مهم اكون مصدقك اولاكو لان حتة لو مصدقك انا بشتغل زابط مباحث فيش حاجة قدامة عاملها دلوقتي غير انها قبض عليك يعني ايه تقبض علي؟ يعني انا بقولك كل اللي بقولهولك ده عشان تقول ليه قبض عليكي طب لما انا نصابة مطلعتش معاك ليه عند مونتك وتجوزنا على اني جمالات او دحكت عليك وقلتلك مفيش نصيبه ومشيت انا انا بحكيلك كل اللي بحكيهولك ده باعتبارك الراجل اللي انا حبيته مش باعتبارك زابط المباحث انا انا بساعتلي مشكلة اللي حصلتلي مطمنتش لحد غيرك ولا وسقت في حد غيرك انت الوحيد اللي انا حسيتني هو ممكن يقف جنبي ويساعدني تقوم تقول ليه قبض عليكي ام الوحش عبش الود من وراكه والامير المصحوره وقفة فين هناك على اليام التاني رقماهم بس عاملة من بانها بس بعد كده بقى ايه الامير صعب عليها ام اتنطق من فوق الصجرة و ام اتعكش الوحش من قفاه و بعد كده ام اتقرمه من ودانه ام الوحش صعب الامير من سنانه ام اتقرمه اخدوته العياجر و راحوا اتجوزوا بقى اعوالوا فرح سبع اليال مش زي عندنا هنا ساعة ولا ساعتين وقلبه وقومه بس يا ستي و توتا توتا فرغت الحدوتا حلو قال لها ملتوتا ملتوتا وتعرف وكل حاجة يوب ام اتشو ليه قالبه صحيح طب انزلي من علاوداني بقى خات خلينا شوف النصيب اللي انا فيه يا فنسة تزيفتها جول دي كمان ايوه خال بقول لك ايه دلوقتي مدعوها اللي انت انا متهالي دي ايوه ستزيفتها هان خرجت من الصبح معرفش عنها حاجة و عمالي بحاول اوصلها و مش عارف اكلمها اتصلت بيها الغاية دلوقتي اجي خمشهر مر عمالي تكلساني 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 و في الاخر داني غير متاع لا ام انا بقول لك ليه عشان ابقى خليت مسؤوليتي ما ناصلي بخلفتها وانسيتها عشان ابقى متوقوش عليها كده ماشي يا خال خليك وراه و انا وراه و اللي فينا يوصل ليكلمت تاني سلام عاجبك كده خالتي؟ يعني فريد دلوقتي جرالي حاجة كده ولا كده؟ مش واجب برضه تتكلمني تطميني الحكاية نقصة واجع قلب ما عالش يا حبيبتي ما تخفيش اللي ربنا معاه مش هيجرره حاجة ابدا انا مش هقبض عليك بس انت لازم تسلمي نفسك ودلوقتي حالا لان ده حيكون مفيد ليك جدا في القضية و انا بقولهاي لك تاني اهو انا لسه بحبك وحفظ الجنبك لغاية ما تاخد البراءة و اول ما تطلع حا تجوزك تا ليه مش عايزت تفهمني ليه مصر تقف ضدي طب طب لو انا كنت عايزة اسلم نفسي ليه عملت كل ده ليه غيرت اسمي و ليه رضيت بالبهدلة في الحار انا مش حامل ان انا عود يوم واحد في الحبس انا مظلومة و ماستهلش كل اللي بيحصل لده انت فاهم ده ولا لا حاسس بيا ولا لا فاهم و حاسس بس انا كمان وضع صعب مش هقدر اخالف ضميري احنا هنطلع من هنا على الاسم عندي هعملك محضر انت جيتي وسلمت نفسك و انا هتابع بنفسي كل حاجة عشان اضمن انك بتتبهدليش في اي حتة حطروحيها لغاية ما تاخد البراءة ان شاء الله لو سمحت الحساب يعني ده اخر كلام عندك لا مش اخر كلام عندي اخر كلام عندي ان حبيتك بجد غض النظر بقى انت مين او اسمك ايه او ساكنة فين ان في حاجة جواي بتقول انك ما بتجدبيش عليها يالله بيم目 مالك فيه انت كويسة اه اه انا انا كويس انا تمام طب اهنا برضو في طريقنا نعدي على المستشفى نتطمن عليك لان مش حضمن بعد كده موضوع المستشفى ده يجب اشتركوا في القناة 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 يلخزنا فين؟ تحت جنب السلم على يدك اليمين يلا هو ميشي ايوه يلا يلا ميشي على طول هتلاقي سلم منزلك على الباب الوراني بتشكل كده انا مش هقولك زي ما قلت لسوكا وشوفه وقتك وكده لا انت بتاعت انا وطلع معايا السلم من اوله سيب لي نفسك كده خالص انا بعوني الله هخليك نجمة مصر الأولى بإذني واحد أحد بس ما تعتعيش شوفي بقى عايز اكتسبك من البنسيون اللي انت قاعدة في ده انا عايز ان شاء الله كده هخدلك شقة زغنانة ومحندقة بفرشاها ولوزمها تبقى جنب المحل تعودي فيها وتبقى بتاعتي نعم تبقى بتاعت المحل يعني قصدي تعودي تعودي تعال يا ابني وصل سنتك ناني وقف لها تاكسي ليموجين خمسة راكل ومالو فضال يا عمر ستة ناني تؤمر واحنا ننفس جرأيا بيت يا نوال ايه العبارة؟ بيت يا نوال انت هتمثلي برحمك ولا نسيتي نفسك ولا ايه انت نفسي اللي جايبك هنا اقلا جرأيا تعوون انت اول مرة يا أخوية تلغيني باللغة زي وطي صوتك يا بيت عزوز المعافن عمال ينطق فيك الفوق لفوق لما دمغك هتغبط في السقف واحنا بيخفز بينا الارض وشوية ناني وشوية ستة ناني هي ايه؟ ايه؟ تكرهني الخير يا اخوية؟ لا يا دنايا ماكرهش الخير لحد بس تحبه النفسي قبل اي حد انا جايبك هنا عشان تأكليني الشهد تهمي تروحي مع عزوز والبس انا واكل على قفاية؟ امزي عايز ايه دلوقتي يا تعاون؟ فيها لخ فيها يا نوال ربع اللي دخلك بتاعي وإلا ورحمة أمي اللي موعة على شكلها زي ما جدتك دانيا الليل والفلوس ارجعك تاني اسفل السافلين ربعه يلا يا ستة ناني اه علو ايوي يا كوريا الساعة كان فيديك هاستة ناني اسمعيني اسمعيني يا كوريا علاء عرف كل حاجة عني يان هركسه دومنايل؟ وانا مش عرف ارجع الحارة عشان هو عايزي يأبض علي طب هو عرف ازاها موقوس؟ بعدين هابق قول لك بعدين انا دلوقتي في شارع اسمه شارع بيروت في مصر الجديدة مش عارف أتصرف إزاي ولا عارف أروح فين وهو عمالي تصل بيها طول وقت فينا لازم أقفل الموبايل طب بقولك إيه؟ عارف أجامع مصطفى محمود؟ روح أقف هناك قفي قدام باب الجامع وقف لي تلفونك واستنيني هناك أنا هكلم خلي وانجيلك على طول ناخدك على أي حد بقولك إيه؟ خلي بالك من نفسك يا بيت ما تخفيش يا جولي أنا أجعلك على طول ما زفت السك؟ سلاة مرسي يا هاب أنا مش عارف أشكرك إزاي تشكريني لي بس؟ دي حاجة انتصار زي أمت إسلام يا بنتي بنا يكرمك دنيا وآخر بس ما تنسوش بقى مواعيد الغسيل بتاعتها علشان ما اتعبش تاني لأ خلاص أنا أهدا معها على طول وأنا ريحاب أم تابعاها معاكي أنا هروح شوفت بكتور كتاب لك على خروج ولا لسه عن إذنك تفضل ريحاب أسلام زكا حاجة سلام عليكم وعليكم السلام زكا حاجة أهلا يا باب والله والله أنا مزوغ من الشغل مخصوص عشان جاء اتطمن على الست اللي ده مي بيجري جواها دي وحي يا ابني ربنا يكرمك يقعده لك في مزان حسنيتك يا سلام حاجة ايه الدعوة الحلوة دي؟ على فاكرة يا براهيم اللي انت عمانتو في ماما ده أنا عملي ما حنسايا أصلك ما تعرفش غلوتها وانتي ده انت كأنك رديت فيا الروح طب شكلها تعبان عايزي نام ما تيجي نتلع برا ونتكلم ايه ده ده يا كوريا واخدى فيش كده ورا على فاين؟ ورده واحي جامعة الدول وجاية على فاين؟ جامعة الدول العربية فيه؟ حوار كده يا سوك يا برسيك فيه بعدين؟ بقولك ما تفاهميني دلوقتي يا كوريا يا سوك يا قلتلك مش وقته انت بجد إنسان جدع يبراهيم اللي انت عملته مع ماما ده مش ممكن اي حد تاني يعمله إلا لو كان جواه بني قادم شهم زيك أنا أصلي بحب الناس قوي نجوان مجد والله أهلي ربوني على كده عارف لو دي آخر نقطة دم عندي كنت اديتها لللي محتاجة إن شاء الله موت با هتشرع عنك بس انت ما قلت ليش عارفت هايدي ماروان منين؟ أبدا نسيت أنا قاعد في أمان الله لقيت ربنا رامى الموضوع ده في حجري قلتي بقى أكيد له حاجة إزاي مش فهم؟ أنا هقولي أنا فجأة لقيت كوريا اللي أنا كنت خطيبها بتعرفني على بنت خلتها جمالية كوريا؟ وأنت خطيبتك اسمها كوريا؟ اللي كانت لمؤاخذة لكن أنا دلوقتي حر نفسي لحد ليه عندي ولا ليه عند حد طيب وبعدين؟ وبعدين يا ستة تلعت جمالات دي هي هايدة بطالة وباية تستخبع عند الكوريا واسمعت إن أنت كنت شغالة معاها آآ أصلاً كنت سكرتيرها بتاعي ده بس خلاص الموضوع ده انتهى حاول الله يا رب انتهى كل الكلام ده انتهى بس أنت تلاقيكي برضو مأمنة نفسك وحاول شليك إرشير من المرتبه كده أكيد يعني يا ريت بس أنا يعنى when أخذكي فاهمة انت 내가 رمي يومك في مستشفى حكومة كده وكمال مش قادرك جامي لك كيس ده من أبر ربعملت جيناء هو أنت فاكر يا إبراهيم لو أنا كان معاذ تتفاجة كنتك هستخصر في ماما حاجة refused إنت لسه ما تعرفنيش إممم إنت لسه ما تعرفش غلاوة ماما دي عندي قدي إيه أنا لو وينفع أسرف عليها فلوس دنيا دي كلها ومشوفهش مرمية كده وعمري ما هستخص شوف إزاي أنتب إنتا حلالة يا ناكوان على فكر مش من كده ربنا هيديك علقات دنياتي شاكنا بلدينا دي الهبل، اللي ملاك جابت قلتلك الظبط دا بعايدي عنه قلتلك هيودينا فستين دايه لكن إزاي الحنم مجدودة عراكي ده وبالمغماطيس لغاية ما كافاها على وشها وهيجرانا كلنا عراها بس هو قال إنه بيحبني وإنه هيوقف جنبي وقال لي كمان إنه لو سلمت نفسي مش هيسبني بس أنا اللي خفت وجريت يا بيت يا بيت حب إيه اللي بتكلمي عنه ده ده زابط عارفا يعني إيه زابط؟ يعني ساعة الجد هو أول واحد هيحطه في إدكي الكلاموش بص فيه مالك اسقطي شوية مالك بترعبيه هكداه ليه؟ إحنا دولك عايزين نشوف مطرح عشان نتويها فيه الفاس واجعت في الرأس خلاص أيوة صح نشوف لها مطرح جديد وأقولك على حاجة نشوف لنا إحنا بقى ميكروباز يلمينا كلنا كده بربطة المعلم ويطلع مين على السجن أه؟ ما هم بعد ما هنشوف لها مطرح هيجوا إحنا يقولوا لنا إيه؟ يقولوا لنا كنتم تسطرين على واحدة مجرم؟ خلاص أنا أسفل أنا عارفة أن أنا عملتلكم مشاكل وجع دماغي بس عامل إيه؟ أيوة أجي اللي بناخده أنا أسفل أنا عملتلكم مشاكل أنا أروح أسلم نفسي وإحنا طبعا كروديات نميلين لها إزاه؟ يلا نشوف لها مطرح جديد ونلبس إحنا بطالبة جدا بطالبة دا المجلب الطربيز على دماغي ما تلع فيها بالمرة أحسن طب تلاتة بالله العظيم ما أنا جايم من هنا إلا ما أنا أطملك على مكان أمين تنامي فيه لا خلاص أنا مش عايزة تعبكوا معايا أكتر من كده أنا هكلم بابي ودينا وهما هيلاقوا لي حال طب خلاص خلاص ما تزعليش مش لازما يعني بابي ودينا وإحنا روحنا فيه إحنا عنشوف لك حل إن شاء الله إنتي مش فهم أنا استريحت لك إزاي يا نجواني أنا كمان استريحت لك على فكرة أنا عملي ما بعيط قدام حد غريب في حياتي أبدا والنهاردة عيطت قدامة كتير دا أنا مستغربة نفسي بس ما تقوليش غريب غريب إزاي دا أنا دمي بيجري جوة الست الوالدة يعني بيربطنا دم كلامك صح إحنا كده كأننا قريب بقولكو إيه الدكتور كتب للحجة على خروج انزلوا بقى ادفعوا الفلوس للحسابات كتر خيرك يا هاجر فيك الخير يا قبلة على إيه بس بس أنا مش هعجبني رامية الست الوالدة كده إحنا لازم إن شوف لها حد يتبرع لها بكليتك بدل ما إحنا كل يوم بنشوفها بتموت بعد الشر بنبي إبراهيم ما تقولش بتموت بس هو يعني اللي حيتبرع لها بالكليا بتاعته دا محتاج له مبلغ كبير وانا مش هارفة حاجبولها منين أم أم لقيتها لقيت يه؟ البت هاجر الممردة الواتسقى بيحبه وهاجر دي عايزين هامينها مجرور كرون ولي ايه؟ انا عايزين يتاوي القانم يا خال البت جي أنا أعتبر مدينيها لأن انا اللي نزلتها الشغل لما كان أخوها حباسها ما فيهاش حاجة عني اما يتتوجل يومين عبل ما نشوف لنا صرف يعني انت تعرفيها كويس واثقة فيها يعني وانا عرفها اه مش قوي يعني بس عرفها وبعدين قدام الوات سوكا بيحبها يبقى كده البت الجي جادة طب افرضي مثلا الاسمها هاجر دي رفض ولا سوكا كمان رفض ايبقى ايه الكلام وجديها يا خال يا خال ده سوكا سوكا صاحب صاحب وعمره ما يسيب حد في ديها يا قابت بقول لك ايه سيب لنا موضوع سوكا ده انا هتصل بيض الوقت واقول له يقابلنا في الطريق وبعدين هو الوحيد اللي هتلاقيه عارف البت الجي زمانها في المشتشفى ولا في بيتها قال سوكا ياسيب حد في زجق ايه كله اللي سوكا يا خي ماشي بطول نازل عالسلم خلاصة ايه ما احترام الستيتي الهانم دي يا بقى يا كوريا انا مش عايز زهاجر تخش في الحوارات دي خلاص يا سوكا خلاص لو لو انت ولو انا هدايقك وانا خلاص مش عايزة هو ايه اللي خلاص ومش خلاص ما تبطالي سعواكا اللي انت فيها دي قلتلك مت مرة خلاص خلصنا انا خلاص اتفقت مع البيت ورسيتها على كل حاج وهي قالتلي انها هتقول لاخوة انك بيت زميلتها ومختاربة ومش لها مكان تقعودي فيه وبعدين هما كلهم يومين مش حوار يعني وبعدين ده انا بدايناه انت عطف ضحية يا كوريا قولي ايه خلاص يا بنت الناس وانت سوكا طالما عملت خير هتلاقي خير ان شاء الله نجوان مرحيم الاقوة يا دكتور نادر ايه ده انت اللي جايب الاقوة بنفسك يا رجوع هو انا عندي اغلى ولا اعز منك لا بس الكلام ده ليه معنى كبير قوي بقى ايه هو بقى معنى يا ستي المرجوقة حبيبتي اختي الجميلة سمحتني ومش زعلنة مني يا حبيبي هو انا عندي اعز ولا اغلى منك انت اخويا وحبيبي وكل حاجة ليه في الدنيا يا نادري انت مش متخيل انا فرحانة قد ايه انت رجعت ليه يا ولشغلك ولبيتك وللحياة كلها انا بس يا حبيبي اللي خايفة تكون زعلن مني ياريت يا حبيبي كانت ايدي تقطعت ولا تمدت عليك ارجاء بعد الشر على ايدك وعلى فكرة بقى القلم اللي انا اخدته ده كان مهمة جدا بالنسباني بس اياك تستحليها لا بس اياك تستحليها بس اياك الخير سارة لما انا تقطيش يا ولية انت انا هحبس المنطقة باللي فيها وحقفلها لكم برضو لغاية ما اوصل لها يا سعاد الباشا والله ما اعرف حاجة وبعدين انت ماتت في قفانة بالتحديد ليه ما المنطقة كلها قدامك ولا عشان تنتغل بينه ومنكسرة يعني يا سعاد الباشا اخت الجمانات اخت فضلة ولما رى منها سوق احكايتها مع الشرطة مالكش انت دعوة يا عم الشيخ بيت كوريا فين بيت كوريا فين بيت كوريا بيت كوريا وات يا سوكا اخسى عليك يا والا بقى تاخد كوريا يا وات وتسيب امك حاكا علي يا ام حاكا علي مرة جاي اخدك معيانتي وقال الحارة وعلاق باشا كمان اشتري يا امو سوكا استقترق علينا نبعد مع النجم يوم واحد اولي ايه ما كل يوم جاعد معاك وبيغنيلي كل ليلة اه يا امو سوكا ايه تعالي تعالي انا باشا بيتة هايدي فين هايتي هايتي ده يا باشده نقل بانده ولا ايه تتستابل يا بيتة جمالات فين اه جمالات وانا بمعرف باشا بكلمة من الساعة تمانية كده وهي ما بتردش ده انا حتى فكرتها خرجت معاك ما هي ما كانتش بتكلم مع حد الا السيادتك اه لو ما كانتش معاك يعني تبقى فوق فيش حد فوق غير الست المجنونة اللي عمانة تصوت دي ايه سنتس سبتيها لوحدية كانت تلك ما كلماتش لوحدية ممكن تحط ايديها في الجسالة وتتقهر ايه يوه وانا اعمل ايه برضو يا خال مانا برضك لازم اخرج افوق على نفسي شوية وانا يعني ايه كنت وليت ابرأة بيتة انتي انا حاودكي في ستين ده يا انتو كنتم تستارة على واحدة هربانة دهري سود هربانة وانا بمعرفة باشا انا كل اللي عرفوا انها بيت محترمة وبت ناس ايه ياكش بس يعني متخنق مع جزها شوية عشان كده احنا مكمرينها عندنا لحدا ما يستلفوا ولو كنت يعني قيلة في الحرى انها قربتي ده عشو ما حدش يدايق هياعلي وكده انت عاد يبقى تيجي معاها الحبسة بقى لغاية ما تفتكر هي فين وتجيبها لي من تحت الارض طب صلعنا باشا صلعنابي بس كده اسمها هقولك هقولك بص بقى باشا لو انت شايف ان انا متسطر عليها يبقى احنا الاتنين بقى كنا متسطرين مع بعض ليه بقى اظن الحرى كلها شاهدة ده انت كنت خارج داخل من عنديها ولا مواصبي منكم سر هي كانت بتكلم مع حد اللي معاك لا ده انت تيجي معاها الحبسة من دلوقتي صلعنابي يا باشا صلعنابي كره ما تقصدش يعني بتفضل ده كلمتين ومال فيه ما انت بقى يا اللي مستهبل لي فيها وعمل لي فيها عبيض كره يا لو ما جيتش من نفسك كده وقلتلي هي فين انا هحبسك وكلكم وبقى خليها بقى تنفعك انا مال يا باشا انا انا السواف وخلاص اتلم بقى اتلم عطاني عجلة لا لا الا الله ولا يسوك ولا هي البت جمالات نصبة وحرامية وثوابق ات هتودي نبداية انا اعرف ارفعتك فوق يام امشي قد اهم ارفعتك امشي امشي صار انت مجنونة صح شكلك بقى بني ادم ولا كان شكلي قبل كده منكنش حاجة خالص بس على فكرة اللي يكتك النفسية عالية بتعرف تتحول 180 درجة فمفيش تقدري تقولي كده انا كنت اخد اجازة من نفسي ورجعت بس احنا ما اتفقناش على كده اتفقنا على ايه اتفقنا ان احنا هنبعد بس هنسيب لبعض حاجات كويسة وانت مسبت ليش اي حاجة ولا انت وانت اللي اختفيت انت عايزة يدلاتي عاوزيني يا نادر طب ما انت مع نفسك انا مش هنا ينادر خالص انا كمان محتاجة اخلص الاجازة بتاعتي وارجع بني قدمة طبعية محتاجة ارجع لنفسي بس هامشوري اطول منك بكتير سارة انت عايزة تتعلق بجد بس خايفة خايفة هامل ده انا لوحتي انت مش لحتك انا جنبك وحافظة لجنبك وحاخدك من ايدك ووصلك لحد نفسك هتشوفي نفسك اجمالم بكتير من دلوقتي مش هتسابني وتمشي زي المرة اللي فادت انا مسبتكيش انا استنيتك وانت جيتي وصار ان انا مش هنتجوز متبقى زوج مبيحصلش كتير على فكرة روح يجهزة شنطتك وتتصل بأهلك وشوفي هتقولي له انت هتقلي فين وأنا هعدي عليك في البيت بكرة الصباح أنت عارف؟ هتوحشني عوي لأيوم اللي كنت سابعي فيها و أنت عارفة؟ هتوحشيني جداً لحد ما تبقي شابهي زي ما أنا دلوقتي لا 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 اتكي لي بقى الوش ده ده أنا واخدالك أجازة يومين وقعدين في وش بعض احكي لي بقى إيه اللي مضايقك فاتفاضي وخرجي اللي جواك سرك في بير ما تقلقيش احكي علاء صحب أنا علاء علاء مين الزبط؟ بهدلته معايا سبته لحد ما حبني وبعدين حطيته في أصعب موقف خليته يختار ما بين حبه و شغله ولما اختار شغله زعلت منه فكري في نفسك دلوقتي و هتطلعي من اللي انت فيه إزاي وهو لو بيحبك هيستناكي خدي غيري هدومك كده وريحي نفسك انت شكلك تعبان قوي مكسوفة مني؟ أو دي وشي ناحية ثانية عشان تغياري؟ لا مش مكسوفة مستغربة قلي خليك تستقبليني في بيتك مع انك عارفة ان وجودي عندك خطر عليك والله انا نفسي معرفش يمكن عشان انت من ناحية ثوكة اذا كان ثوكة نفسه مش موافق وكان نفسه انك تقولي لأ بس بصراحة لما كوريا حكيتلي حكايتك صعبتي علي وعرفت قد انت مظلومة وبعدين قلت مش هبقى انا و الدنيا عليكي بجد الواحد بيكتشف معادي الناس وقت الشدة قد ايه كان في ناس قريبين مني وبعوني من غير اي سبب الناس معرفوش وقفوا جنبي يعني انتي كوريا وشكري وسوكة وقفتوا جنبي بدون اي تمن عانك ممكن تسيبوني في الشارع ويتقبض علي عادي يا ما هتقبلي ناسي عادي المهم اللي اشتروكي اوعد فراتي فيه لان مفيش عيب اكتر من انك تبقي محتاجة حد ويبيهك بولك لا نوال كنت عاوز اتكلم معك في موضوع كده اسمي ستة ناني ماشي يا ستة ناني كنت عاوز اتكلم معك في موضوع يا ستة ناني ما عنديش وقت استنى بس استنى بس تسيز علينا من يوم ما يحكمش بسيتي كبدكي كبدة بقولك ايه بسيتي كل ده بصي انا هقابلك بكرة قدام المحل الصبح وفطنك على كل حاجة ماشي افكر 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 الله يحشتني الشلدومة قود سيدوا افكر اشتركوا في القناة طيب حديدك ممكن تملي الاستمارة دي انا من جاهز قط الكشف فضالي ساعة انا بعمل حاجة صاحة مش كده اكتر حاجة صاحة عملتها في حياتك غير انك عرفتيني طبع عمري محد فضل معي لحد الاخر يا نادر في اي حاجة بعملها هتفضل معي لحد الاخر سارة انتي لسه عمرك طويل ان شاء الله ولما تبقي سارة تانية غير سارة اللي انا عرفتها قبل كده هتعرفي حاجات كتير قوي عن الناس الناس مراية سارة بتعكس انتي شايف نفسك ازاي سارة انا عندي ثقة كبيرة جدا فيكي ومرهل نفسي عليكي وعارف انك هتبقي جامدة هتعدل مرحلة دي ما تخافيش من اي حاجة انا جمك للاخر هاتي الوراق وتفضلي معي خلاص يا نادر خليك انت وانا هكمل خلي اسراري التبية بتاعتي انا لحد ما يبقاش في اسرار خالص هاتي احكي لك كل حاجاتي طب خليني اجي اقف معك لا امش انت وروح شوف شغلك وحياتك وانا اول معرف النظام هنا هكلمك ابلغك ونشوف يحد دولنا معيتي يجي تزورني فيه سارة خلي بالك من نفسك وخليكي جامدة كل حاجة هتعدل ان شاء الله يلا مخلاص بقى نوال كبدك يغلط وبيصلح مخلاص بقى نوال مخلاص بقى نوال بقى عشان محبيتك تقولي حقولي جوزك على لوح السرير المكسور والحسانات اللي في جسمك والسيقات ليه؟ واحدة جايبها من الشارع يا بنت بهزر بهزر يعني انا هقوله ادي راسك ابوسة لو زيت مخلاص بقى نوال كتعمليلي مشاكل بس انا خلاص سبتك مفادليش غير النونة وهاب لانا بقى وبريالة انت ديلك عمره ما يتعدل يا كبداك ده انا حفظاك انت بس مش لايد عليك شغلانتك العرة في المحل والخدمة عزبين وعيس اخدني سكة تصدق يا عيب عليكي مش انا نوال انا راجل مش انا اللي اكبر من سكة حرب وكمان الموضوع اختلف انت ما بقيتش متجوزة وانا ما بقيتش خاطب يعني احنا البعضينا هو الموضوع فعلا يا اخي اختلف والرجالة بقيت حوليه زي الرز كده ويتمنوني الرضى ارضى هام؟ هم؟ هيمة السجاء كبدا الحمامة نوال انت بقى عشان نقطع عليك تبين لي كراع رقبت تعونوا واقف لي زي السلمة المكسورة في الطلعة والنسل فبعدوا عني عشان العايزة جرب أزاء وللي شو أدواء أزايتي هو أنا المفروضة أسيب فلوس هنا ولا بعمل إيه؟ الدكتور نادر أول ما حضرتك دخلتي دفع لنا مبلغ كبير من تحت الحساب هو كمان تلع فوق وحاجة زي حضرتك القودة اللي عليك دي نينة عشان قالي إن حضرتك بتحيب الخضر قبل وصاب لنا رقم تليفونه عشان لو وحتاجنا أي حاجة باتصل بيه طيب ممكن حد يوريني قطي؟ ينهارك يا سويد يا شجري انبارع بالليل كل دا حصل وما تقوليش فين في السيدة زينك؟ أنت زي تتصرف من غير ما تقولي لأنا حاخر ببيتك اسمع أنت جيني دلوقتي حالة ها؟ فيه عني هايد يا سيدي الوقت الضابط اللي في الحتة دي حكيت له على كل القصة ومي طاردها ينهارك يا سويد يا بنتك الجننت ولا إيه؟ قلبها يا سيدي قلبها؟ هو قلبها دا متركب إيه؟ شيمان؟ ما أنا مرمي قدامها هو ما حبتنيش لإيه؟ حبك إنت إيه ونتهم إنت حبك حتى فيه بورسي وإنك إيه؟ ألوف؟ هايا نادر؟ هايد يا سيدي حكت الحكاية كلها الوقت زابط في الحارة آه؟ وهربت فإنت لازم تيجي فوراً عشان نقعد ونتكلم ونشوف ونتصرف إزاي في المصيبة دي يعمل معروف فـ صباح الخير يا بو طالبي؟ أم تحب أقولك حياك الله يا شيخ؟ موسيقى موسيقى